زهرة من إيطالي تقول أنا أشتغل هناك وعندي شغل في النظافة وكذا تقول عندي أخ وخطيبته تخرجت ودعوني إلى مناسبة تقول وقدموا لي الخمر وأنا ما أعرف أنه خمر ظننته ماء تقول فلما شربت منه عرفت تقول تركته ما حكم ذلك أختي زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا بالنسبة لك ما دمت أنك ما تعرفين بأن هذا خمر وقدم إليك على أنه ماء ثم حصل وأنك شربت ثم انتبهت لا شيء عليك وذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ويقول جل وعلا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأنت ما عليك شيء وإنما الإثم على أخيك وعلى خطيبتي تقولين بأن خطيبته غير مسلمة يعني الآن الإثم على يعني ليس بعد الكفر ذنب الإثم على أخيك هذا الذي والعياذ بالله قدم لك الخمر بمثل هذه الصورة القبيحة الفجة الفاضحة الواضحة لإيذائك ويعلم بأنك إنسان صالحة ومصلية وذاكرة لله عز وجل فهو يأثم ولذلك فرصة لك يا أختي الفاضلة أن تنصح أخاك نصيح لعل الله عز وجل أن يفته على قلبه وأن يترك ما هو فيه من المعاصي ومن الآثام والخطايا وأن يعود إلى ربه قبل أن يخطفه الموت ثم يندم ولا تساعة مندم الآن هذا الموقف الذي حصل لك استثمريه في دعوته وفي وعظه وفي إرشاده وفي إرجاعه إلى الحق إذ استجاف الحمد لله لك الأجر الكبير والثواب العظيم وإن لم يستجب فقد أديته الذي عليك بارك الله فيك